إذن هذا هو الدرس الأخير من القسم الهندسي من الدورة التعليمية الشاملة للتصميم الإنشائي إن شاء الله في تشابتر القادم وفي القسم القادم رح يكون قسم منفصل طبعاً على القسم الهندسي هو رح يكون قسم برمجي بحث للتعامل مع CSI API طبعاً رح نبدأ نشتغل على لغة البرمجة C-Sharp فعموماً قبل اللي نبدأ ننهي هذا التشابتر أو هذا القسم بشكل كامل سنبدأ نتأكد من البانشنغ شير بالنسبة للمات فوتينغ مثل ما تعرف الآن إحنا استخدمنا مات فوتينغ داخل برنامج E-Tabs بالشكل المباشر لم نقوم بتصدير الـ reactions إلى save باعتبار نفس الخصاص رح أشوفها داخل الـ save موجودة عندك داخل برنامج E-Tabs فأنت أعمل assign بالشكل المباشر إلى الفوتينغ مالتك وقوم بتصميمها وطبعاً بعد عملية التصميم رح أشوف عندك فيه هنا فيه concrete slab design عمليات تشيك بعد ما تعمل start design uncheck طبعاً يمكن إنه تشيك على البانشنغ شير البانشنغ شير مؤشر يؤشر لك إلى thickness يعني يمكن تشيك من خلاله على الثكنس مالتك إذن هنا على العرض أو design concrete slab design أعملي تشيك على البانشنغ شير أشوف عندك أكثر القيم وأكثر من واحد طبعاً إذن تحتاج إنه الزيد كليكين من عالية طبعاً على النقطة المعنية رح يعطيك التفاصيل الخاصة في البانشنغ شير الآن الـ average effect slab هو هذا مقداره 567 ملميرر والبانشنغ شير المالتك هو 4068 الكفر مالتك 33 والstrength المستخدمه هنا 27 ميجا باسكال في الأساس هي ليس هي 27 هي أه يب هي 4000 VSI صح 27 ميجا باسكال 4000 VSI أوكي الـ section inertia هنا عندك هذا مقداره بالاتجاه I22 و I33 وأيضاً بال I23 بنفس الوقت القامة هنا هذي مقدارها في V2 و V3 والmoments 2 وmoments 3 هذي مقداره والshear force هذي مقداره تفاصيل كاملة خاصة في البانشنغ شير ومقدار البانشنغ شير ريشيو يعني التفاصيل إنهائية والcapacity الموجودة 1.31 ميجا باسكال أوكي إذا خلينا نبدأ نزيد مقدار thickness مالتنا نقلع define section properties slab section matte footing الآن هو 50 بالأساس كان هذا 50 نبدأ نزوده ونخليه بمقدار كام بمقدار 80 إذا نخليه بمقدار 800 مبدئياً الآن قل له أوكي ثم عن ذلك أوكي طبعاً هل إنه تقدر إنه تعمل auto select لهذه التفاصيل؟ لا في الأساس هو auto select يطبق على frame وليس على يعني هذه الخاصية ليست متاحة حالياً بالنسبة للسلام أوكي قل له هنا أوكي يعني في الأساس على إيش يبدأ يحتمد احنا اعتمدنا على launching shear ممكن تحتمد على deflection بهذه التفاصيل قل له هنا start design ونبدأ نعيد العملية حتى نبدأ نتأكد من launching shear قبل أن ننتج إلى detailing حتكلمنا عن detailing كيفية detailing مجرد إنه أنت تفتح برنامج CSI detail وتحفظ نتاجك البرنامج رح يبدأ بعمل export أو تصدير لنتاج إلى برنامج CSI detail حتى تبدأ الضبط خاص فيه كي يبدأ بعرضها وتعديل عليها فيما بعد ثم نقل هنا design concrete slab design start design وأنا أرجع مرة أخرى على design رح نقل إلى bunching shear مثل ما تلاحظ الآن bunching shear قلت إلى 0.7 كل points كل الأعمدة والcolumns اللي موجودة عندي هي بمقدار 0.7 مثل ما تلاحظ ثم نعمل zoom out كلها بمقدار 0.7 طبعا يمكن تحدث عندك بعض المشاكل لما احنا عملنا start design uncheck فأوكي نتاج التحليل هي مضمنة عندنا بالstrip design method لكن ربما انه تحدث مشاكل باحتبار انه strip design method مطبقة عندك على بعض elements وعلى بعضها لم تطبق أو أو بسبب math footing ممكن تحدث مشاكل في السياسة detail خلينا نبدأ نفتح برنامج السياسة detail ونقوم باستيراد البيانات ونشاهد فيما إذا كانت يعني راح تكون عندنا مشكلة أو لا قلنا open لكن كنتاج الآن من strip design method هي واضحة جدا قلنا هنا new open edb file هذا هو البراجيكت الخاص فينا قلنا open إذا الآن مثل ما تلاحظ تم تصدير البيانات بنجاح طبعا يمكن تعديث مشكلة واحدة فقط عندك لما تقوم في تصميم لما تقوم بتصميم الفوتينج لما تظهر عندك البنشنج شير يعني أكثر من واحد أوكي بالنسبة لهذه هنا يعني بالأساس يمكن أنه تحدث عندك مشاكل في detailing يعني ما يبدي يعرض لك نتاجي detail بالنسبة الإسلام يعني يتحرف على أساس أنه البنشنج شير هنا أكبر من واحد أوكي لذلك لازم تتأكد من هذه النقطة قبل عمليات detailing فأوكي فلونا تضغط هنا على الإسلام هذه النتاج الخاصة في الإسلام وبالنسبة للبيمز هذه النتاج الخاصة في البيمز عفوا إحنا لم نقوم في تصميم البيم يعني الفريم لم نقوم بتصميمه بالدرجة الرئيسية أوكي فخلينا نبدأ نغلق بالأساس ونرجع على برنامج eTabs ونقوم في عملية تصميم البيم start design uncheck check الآن نرجع مرة أخرى ونعمل implement لي البروجيكت ما لاتنا هنقل له له أوكي إذن مثل ما تلاحظة هي نتاج البيم البيم الآن المستخدم هو 30 في 60 كل السكشن 30 في 60 بالنسبة للكالمز راح تشوف عندك C40 و C50 أيضا C40 و C50 أوكي إذن كإعدادات مفضلة خاصة في Detailing نحتفظ في الإعدادات الإفتراضية نقل هنا أوكي فقط تشاهد التفاصيل الخاصة في Mount Footing نلاحظ عندك Story Story 1 خلينا نعرض مثل Story 1 هذا عندك البلان الخاص في في الربدسلاب مثل ما تلاحظ هذه هي الربد أوكي هذه هي الأحصاب نلاحظ التفاصيل الخاصة فيها راح تكون عندك بهذا الشكل يعني التفاصيل و Detailing البرنامج كيف راح يبدي يتعامل معها راح يبدي يتعامل معها بهذه الطريقة بهذه الصورة أوكي مثل ما عرفناك إن الـ Local Access هو باتجاه الـ X أي بمعنى الأحصاب راح تكون عندك باتجاه الـ X أوكي هذه طبعا البلان الرئيسية أتجونا على الربار هذه عندك تفاصيل الخاصة في الربار هذه هي التفاصيل الخاصة في الربار طبعا أوكي طبعا التفاصيل الآن تحتمد على إيش تحتمد على كربز يعني هذي ريبز عندك في الأساس اللي هو ثلاثة أوكي ريبز ثم على ذلك أذين ينتقل وهنا وهنا يعني هنا على أساس تكون عندك ريبز هذي طبعا البلان الكلية إذا تريد فقط التوب هذي عندك التوب يعني هذي التوب ريبز وهذي عندك البتل يمكن تشاهد كل الريبار كل الريبار كل البرز اللي موجودة عندني هذي كل البارز اللي موجودة عندني أوكي هذه الريبار أو هذه الأحصاب أوكي يمكن أنه نشاهد 3D View لهذه التفاصيل لاحظ هذه هي 3D View نبدأ من Move هذه هي 3D View الخاصة في الربس أوكي واضح جدا الآن واضح بالنسبة إلى الأحصاب ننتقل هنا على يعني هنا أو في الأساس إحنا داخل الإسلاب أوكي داخل الـ Base ننتقل على الـ Base طبعا الـ Base هو في الأساس يتعامل معه بطريقة احتيادية كـ Area Area Object إذا رح تكون عندك Plan رح تكون عندك Rebar رح تكون عندك Top و Bottom أوكي لكن الآن مثل ما تلاحظ لم يعطيك النتائج الخاصة في الـ Bars بالدرجة الرئيسية وقلنا هذه الأسباب يعني هذه الأسباب اللي يمكن أن تحدث عندك بسبب عدم يعني مثل ما تلاحظ الآن ما في نتائج خاصة في الـ Repair على الرغم من أنه ما معطي نتائج بشكل مباشر أوكي بعد ذلك يفضل أنه أنت تبدأ تعمل تصميمك الخاص في الماد أوكي باستخدام برنامج الـ Save أوكي هذا بنسبة للـ Beam هذه الـ Elevation Story 1 هذا عندك الـ Beam سكشن A سكشن B وسكشن C لهظ إذن إلى هنا فننتهينا من القسم الهندسي الخاص في هذه التورة ونلتقيكم في القسم البرمجي توقيف معطي